حنان هيك أعمال خالدة ما بتشوفي أنه مفروض إعادة تقديمة لجمهور جديد عم تتنصت علينا بالكواليس شيء لأنه قصة إعادة ريبرتوار حلم أنا شخصياً صار لي سنين عم قاتل كرميلو خصتنا الذاكرة السقفية شبه معدومة فأنا عم بشتغل دايماً على حفظ لهالذاكرة سواء من خلال كتب أو من خلال إعادة العمل اللي بتذكر أول ما نحن خلصة الحرب أراد وقتها رجاء أنه يجمع ناس يعني شباب من الشرقية والغربية بعمرهم مملتقوا في منون إجوا من الشرقية تفاجأوا أنه بيروت على البحر اتشفت المسرح بالحرب بالملاجئ وقوته ولما شفت أول عمل لفرقة الحكواتي حسيت أنه خلص عرفت شو بدي أعمل بالحياة فصرت أعمل مسرح بالسر أمام كل هذه العواصفة اللي عم نعيشها بها البلد هدو اللي عيشنيها والخضات وما شاء الله هي كتير ما بتخلص هل بحسيت أنه هويتك تزعزعت؟ مقومات الهوية هي كيف تقول صباح الخير الأسلوب اللي بتحكي فيه إذا بدي أوصف شو عم بيصير ما فيه كلام بقى يقدر يعبر عن الفضاعات اللي عم بتصير كعول لها خلانا الحج علي أهلا وسهلا فيك بأحديث مع لي كاردو كرم أنا سعيد أني عم حورك أني جالس معيك وأنه لحنقضي بعض الوقت سوا عم نحكي عنه واضيع عديدة ما فيه شي معين براسي بس عبالي أنه نحكي والكلام كتير مهم بأيامنا لأنه بيبني جسور بين الناس بقرب الناس من بعضها يلا لينا أنا أسعد نحنا ببيروت نحنا بقلب بيروت براس بيروت بمنطقة عرفت بالتنوع الموجود فيها باختلافاتها عقائديا سياسيا طائفيا حزبيا إذا جربنا الجامعة الأمريكية في بيروت إذا كانت مسرح لك الإختبارات هذه مسارح بيروت كلها نحنا هلأ أيضا خشبة مسرح يلي هو عرينك أو بيتك أو المكان إنه فضل إلى قلبك خشبة المسرح تبتوقف عليهم شو بتحسين بحس أني بقلب الحياة عادة في هيك قول مأسور بيقول إنه المسرح مريد العالم أنا بقول مع المرحوم الكبير المخرجة أو بالشدراوي المسرح شقفة من العالم يعني وقت بوقف على المسرح بحس بعلاقة كتير عضوية وحقيقية مع الناس وكان عندي الحظ إنه التعلم مع معلم كبير اسمه رجاع الساف غير لي كل مفاهيمي بنظرتي للفن وللمسرح وشو دوره بالنسبة للناس وكان إنه بلشت مع فرقة مسرح الحكاواتي اللي هي يعني طلعت كل قصصها وأسلوبها وتوجهاتها من قلب الناس فهذا اللي بحسه على المسرح بحس في شي بينبض أياً كانت الفترة التاريخية أو الظرفية اللي عام نعيشها بحس في شي كتير قوي كتير كتير قوي يعني هو إذا بدك نبض مركز لنبض الحياة أنت على خشبة المسرح وأمامك جمهور سواء في لبنان أو في مدينة عربية أو في أوروبا وتبتطلع بالجمهور هل في وجه معين بتركزي عليه هل بتطلع بتقسيم الناس اللي أمامك أم بتشعر أنك أنت عم بتجلي وأنت بمكان لحالك بتنسي أنه في جمهور عم يتابعك هيدا بتوقف على نوعية العمل اللي عم بعمله يعني أنا اشتغلت مع مخرجين مختلفين إن كان ببيروت أو بمصر أو بتونس أو بفرنسا مخرجين فرنسويين ونوعية الأعمال بتختلف في أعمال بتكون البردية مسكر قبل ما مبلش في أعمال بتبلش من قلب المسرح يعني بتظهر بتفوت على الجمهور من آخر القاعة وبتطلع على المسرح في أعمال أصلا بتبلش ما بتعرف إنه مبلش فحسب طبيعة العمل يعني ما بدأت دعو وقال لك أنا عم بشوف أو ما بشوف نهائيا حسب طبيعة العمل يا أما الجمهور بيكون بالنسبة إلي كتلة وحدة زيت اللون وزيت بتوجه له هيك بيكون عم بتطلع بأفق القاعة بدون مركز في أعمال لا عم بتطلع وبريد أعرف يعني كل واحد شو شو ردت فعله وفيه عينان بتبرق من ضمن هالجمهور فبتركز عليها جمهور المسرح أجمل ما فيه إنه هو متنوع جدا والناس بيقعد حد بعضها ما بتعرف حد مين قادي مروع على كنيسة اليوم نلاقي الناس كله من طايفة وحدة عم بتسمع الديس مروع على الجامع نفس الشي مروع على مدارس أغلبية اليوم للأسف غير مختلطة لكن بالمسرح الاختلاط يمكن أن يكون شخص قاعد حد شخص تاني هو عدو بالسياسة هو ما نعرف هذه جمالية الجمهور هالتنوع هاي ما تبتشعر إنه تموج وأصبح كتلة واحدة متبالتين دي تعرف ريكاردو أنت أكتر من غيرك يمكن ومثل كتار غيرك طبعا بيعرفوا إنه كمان الجمهور المسرحي هو جماهير ولا مرة كان إله ذات إذا بدك التوصيف إذا منتذكر بالحرب الأهلية تنذكر ما تنععد مع إنه هي الحرب ما خلصت حروب صغيرة وكبيرة بعدنا عم نعيشها نقصمت بيروت لغربية وشرقية والجمهور بالشرقية كان له صفة معينة أو الجماهير كان إلى صفات معينة والجماهير بالغربية كان إلى صفات معينة حسب المسرح يعني بأي منطقة إذا السلطة السياسية والاجتماعية اللي هو موجود فيها حاكمته وعاملة إذا بدك ما سامح إلا لغة وحدة ولتفكير واحد الجمهور إجمالا بيكون حتى إذا كانوا أشخاص مختلفين بيكونوا تقريبا عايشين بزيت الجو تقريبا كتلي وحدة بينما إذا بيكون في منطقة فيها تنوع وفي مجال للحرية وفي هامش كبير لحرية الفكر والقول والعمل الجمهور بطبيعة الحل بتنوع مش بس هيك الجمهور بيتأثر بالمقصد يعني العمل ليش بتعمل مسرح إذا أنت عم تعمل مسرح لتوصل لكل الناس وبتآمن لمركزية السقافة وبتآمن بديمقراطية السقافة وبتحمل حالك وبتروح بتتقصد إنك تروح على مدارس وتروح على مدن مختلفة ببيروت وبرات بيروت وعلى مناطق مهمشة وعلى جامعات كمان أنت بتساهم بإنك بإنه جمهورك يكون فعلا متنوع مش بالشكل وبالمنظر وبالإدعاء بالواقع فهذا كله بيلعب دور ذكرتي إنه الحرب الأهلية منتهت وطبعا هذا شيء واضح والأهل عم يخبروها مثل ما عاشوها لأولادهم وولادهم خبروها أيضا لأولادهم عم بنتقل من جيل إلى جيل آخر بنفس المفهوم وبنفس الطريقة يلي عاشتها الطواقف المختلفة والمجتمعات المختلفة لذلك هذه الحرب لم تنتهي ولن تنتهي هكذا أراها كيف تنظرين أنت إلى الأسباب التي أدت كما قلت بإستمار هذه الحرب الأسباب هلأ طبعا السؤال كتير كبير الأسباب إذا بدك فيني أحصره به شقان شق خارجي وشق داخلي كلنا بنعرف إنه لبنان هو بلد تفق عليه يعني ساكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى لحتى يقصموا الجبن يعني وأرادوا أن يكون فيه يعني كان فيه إذا بدك بر الشام سوريا ولبنان وفلسطين كان شق فيه واحدة شقفوا المنطقة وأقاموا هالبلدين وعملوا هالبلد أنا برأيي على أسس من الأساس غلط يعني كان صعب من ورا إذا بدك هالاتفاق الضمني اللي بيقول إنه المراكز الأساسية تبع الدولة بتنعطع لكل طايفة مركز شفنا لوين وصلتنا لو وصلتنا لحتى إن الطائفية تحكم القضاء وتحكم الجامعات وتحكم الزواريب وتحكم كل شي كل مؤسسات الدولة فالهريان يعني بلش الهريان إذا بدك من عنصر خارجي ورسناء بدل ما نقورته ونشوف شو المنيح فيه نخليه وشو العاطل نرفضه بالعكس شوي شوي رفضنا المنيح وتبنينا العاطل طبعا الاستثناء الوحيد كان هو كلنا نعرف إنه فترة فؤاد الشهاب اللي كنا مفتكرين إنه بركة ربما رح يكون عنا دولة حيث المواطنين أسوياء اللي أكتر شي أثر أنا برأي على إنه هالتيار طيار الفسادي استشري هو كمان السياسة التعليمية وقت بتفوت هالعقلية وبتفوت هال عالية هالسلطة السياسية بالمناهج وبالتعليم يعني بدك تتخيل شو الأجيال اللي بدأ تطلع فأنا برأي البناهج التعليمية ساهمت بترويج وباستشراء هالزواهر هاي دي ولكن السوسيدي متما بيقول بفرنسا وي مع هالواقع أنا بقول إنه الأجيال الجديدة عنده وعي حقيقي للحرب وأسبابها ومتل ما نحن خدعونا وقتل تربينا نحن وصغار إنه لبنان سويسرا الشرق وإز بيجي لـ 75 ونحس إنه ضربونا على راسنا ضرب كبيرة كيف سويسرا الشرق وفجأة نبتولع حسنا فيه كذبة كبيرة تربينا عليها كمان الأجيال الجديدة سواء المهاجرة أو الموجودة ثبت بانتفاض تشرين 17 أكتوبر ثبت قديش عنده وعي وكمان بعد انفجار بيروت هالزرافات وحدانا من الشباب والشابات اللي إجوا فجأة بالألاف تركوا مهجرهم وإجوا يساعدوا يكنسوا أزاز مدة أسابيع معناتها فيه نوات نوات صلبة نوات صلبة فينا نعول عليها طبعا في عوامل كتير عم تجعل أنه هالنوات الصلبة يا أما تيقس يا أما تكفر بالبلد يا أما تتخلى يا أما بيكون عندها تشاقم ولكن أنا بآمن وبعدني بآمن لأنه تعرفت على كتير شباب ومجموعات وشتغلت معهم بالثورة وقبل الثورة وبعد الثورة وبعدني عم بشتغل معهم هالنوات الصلبة بعدها موجودة ويعول عليها الكثير هالنوات موجودة أكيد صلبة أو هشية هنا السؤال الكبير لأنه نهاريا للزعيم عم بيعلي الصوت مجموعة كبيرة اللي راح تروح لعنده لها دل فيه فريق لا مناهض لهذه العقلية والذهنية التقليدية لهذه الموروثات لهذا التزمت والتقوقع بس النسبة الأكبر هي بمكان آخر لأنه برجع أقول مثل السكر تقبل شوي الحرب الحرب كيف تم روايتها كيف روايتها في ناس بعدها بتحكي بشهداء راحوا من عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة كأنه راحوا مبارع يعني معرفون معاشوا بيزمنهم سمعوا عنهم خبرون عنهم وهذا اللي بيخوف برأيي أنا معرفة أنت معي أولان أنا لما بقول نواة صلبة بالمعنى الكيميائي البيولوجي نواة دور يعني شي كامن كامن موجود يمكن مش كتير متمظهر مش كتير ظاهر أو مش كتير فعال ولكن موجود إذا إجع عوام المساعدة بيتفجر وبيعطي طاقة كبيرة واللي حضرتك حكيت عنه بالنسبة للثورة والمظاهر اللي شفناها بأول فترة ما كانت هالشغلة هالوصف ما كان موجود وما فينا يعني ما أنا باجات ماجيك يعني ما في عصر سحرية أنه تخلي الناس تطلع على الشارع وتشوفهم كلهم متجنسين بطبيعة الحال ما المجتمع اللبناني نحنا بنعرف كيف مركب وقت اللي بدون ينزل وحتى إذا آمنوا أو بدون أنه كان عندهم رغبة بتغيير لأسباب مختلفة طبعا للطبقة البرجوازية أو الفقيرة أو المتوسطة إلى آخر إذا بعد فيه متوسطة طبعا بنزلوا لدوافع شوية بتجمعهم بس دوافع مختلفة وبطبيعة الحال مع الاستمرار للثورة بوهجة وبقوة أول كم شهر السلطة السياسية أول شي ماتوا رعبه وحسوا حالهم أنه الكرسي عم تهتز تحتهم بس عندهم مليون وسيلة أنه يرجعوا يخرقوا ويقصموا ويشرزموا ونحن المجتمع اللبناني أنا مش عم بتدعي أنه هو مجتمع مثالي إجمالا المجتمع اللبناني حاليا هو مجموعة قطعان كل قطع تدجنوا يعني للأسف لبنان ما كان هيك بس مع الوقت تدجنوا وصار كل قطيع لاحق زعيمه إما زعيمه السياسة وإما زعيمه الدينة وإما زعيمه الطائفة وإما زعيمه الأيديولوجيا وهكذا دواليك ولكن كان فيه تباشير ودللات كتير قوية وهلأ رجعت انكفقت بس انكفقت بس بعد الطاقة موجودة وهلأ طبعا يمكن اللي بيسمعني عم بحكي وبيعرفني قداش أنا مثلا بتعنيه لقصة غزة وفلسطين وقداش شايفي انه الإبادة فعلا مشروع فعلي يعني 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 يراد له ان ينفذ بكل 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 تداعياته شايفي هالشي يعني مش مخدوعة ولكن ما في ثورة بالعالم إلا ما ركبت على يوتوبيا منطلقت من يوتوبيا بالأساس سواء أنا الثورات اللي فشلت أو الثورات اللي نشحت والثورات اللي نشحت قليلة الفعلية ولكن نحنا ننطلق من 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 أحلامنا من قناعاتنا من ومنتكل على عزمتنا ومنفكر ومنجرب نثمر كل واحد من ما وقعه نثمر هالطاقات اللي منشوفها حتى لو كانت طاقات صغيرة حتى يوما ما مثل ما من نحنا مثل ما أنا بقول دايما نحن نحن محكمون بالأمل هايدي جملة دايما هي صارت كل شي بس أنا مقتنع فيها نحن محكمونا بالأمل لو ما يحصل اليوم لا يمكن أن يكون نهاية العالم هيدا ما قولي قال صعد الله والنوس الله يرحمه الكاتب المسرح الكبير باليوم العالم المسرح يوما ما حنان هل بتشوفي لو المؤسسة العسكرية أو جيش اللبناني واكب هذا الحرك وواكب هذه الثورة وكل الناس اللي نزلوا واحتجوا بالشارع وقمضوا ليالي وافترشوا الأرض وناموا هنيك هل كانوا حقيقة قدروا غيروا المعادلة قلبوا الموازين وطيروا المنظومة عم ببتسم لأنه حاسي حالي أنه بتحورني كسياسية بس مش غلط أول شي أنت أنت مواطني وتاني شي أنت فناني وأنت مسرحي وطبعا أنت بتحمي نبط المواطن وشجون الناس ومشاكل الناس وبترجمي على خشبة المسرح يعني أنا اليوم معلشي لحنرجع على هالموضوع دائما أنت بمرق حد جنينة الصناية تيجي أنت ورجي ببالي ما في مرة ويمكن بمرق من هناك بشكل يومي حقيقة جنينة الصناية يلي هي جنينة تاريخية عمر فوق 120 سنين يلي فيها أجمل الشجر وفيها المقاعد المتناثرة جلسوا على عائل عليها عشاق وأحباء وحلم وسوا على مر الأشياء ورعقود من الزمن وشنقوا فيها طراف النفورة التاريخية من الماء بس في ناس بنظروا له هيك بس أنا بنظر له على أن عمل مسرحي مسرحي حكي عن ندوب عن أثار عن جراح عن ألام عن أوجاع شعب ووطن بكامل وإن أنت بتمريح جنينة الصناعية اليوم شو شعوري اللي بنتبك يعني كتير حلو كتير زكي أنت كيف نقلت على جنينة الصناعية ورديتني يعني ضل يعني ضل السؤال سياسي بس من ضمن الفعل المسرحي وأنا برأي كل شي سياسي والفعل المسرحي النبض الحقيقي هو سياسي السياسي مش السياسي متل ما تمارس بس السياسي لبوليتيك مش لبوليتيك فعلا جنينة الصناعية وصرت تمثلي متل ما تمثلك أنت نفس الشي أنا سكني جنبة يعني مش كتير بعيدة عنها وبمشي فيها لأن أنا بعمل جوغينج دايما بمشي فيها كتير ودايما بس أمشي فيها شريط كامل بيمرق براسي توصيفه بيشبه اللي قلته اللي قلته أنت اللي قلته وانتي خاصة أنه قد لعملنا كان عنا الحظ أنه نعمل مسرحية جنينة الصناعية قدرنا أن نحكي عن الأوجه المختلفة للفضاءات العامة في لبنان اللي هي حق الناس حق الناس الشارع الحديقة المسارح واللي هي عم تتقلص وينسحب البساطن تحت جرينا وعم نمنع شوي شوي إنه منحقوقنا ومنهم حقنا بالفضاءات العامة والكلمة الحرة والآخرية فهجنينة اللي هي مفروضة تكون مفتوحة لكل الاحتمالات احتمالات الناس اللي بتتتنزه اللي بتحب بعضها اللي بتحب الطبيعة اللي بتلتقى إلى آخره كمان درنا شفنا كيف هالفضاء العام استعمل من قبل الدولة ورموزها رموزها منها الجيش وقوى الأمن لا إثبات وجود عنوة وقت ما بعهد أمين الجميل شنقوا طرف مراهيم طرف اللي اتهم بأنو قتل صاحبة الملك اللي قاعد عندها وشقفها شقف شقف وحط شقفها بجنانة الصنايع ووزعهم وصار فيه كتير تحقيقات وروايات وشي ناس في ناس قالوا هو مريض نفس ناس قالوا لا هو بعدين لما طلعوا الناس بالحرب من الحبوسة ورجع حالو على الحبس ليثبت برات والآخرية بس لما أعيد افتتاح جنانة الصنايع بوقتها أعيد افتتاحها باحتفال شنق مواطن اسمه طرف لم تثبت إدانته ف بالنسبة إلي الجنينة الفضاء العام عندنا بيجمع كلها التناقضات ونحنا علينا نتعامل معه والمسرح هو من أنجع الوسائل لأنه يكشف المخبة يكشف القصص المخبية ولأربط معي إذا لحظت في حتات خيط لأربط مع سؤالك أنا شخصياً ما بحبس أنه نعول على السلطة العسكرية لا تحقيق الأمن والاستقرار ويعني طبعاً الجيش له دور هو يش تصمم أمان ولكن بفضل أنا الجيشة يكون يوصل لمحل يقدر بس يحميني على حدود يحميلي حدودة من أعدائه ويكون في عندي أمان لكن بالعالم كله السورات ما نجحت إذا ما كبتها سلطة عسكرية ما بتوصل خليني يكفي أمو المعروف أنا بفضل أنه نحن نوصل لمرحلة يكون عنا دولة مدنية قوية يكونوا فيها المواطنين أسوياء بالحقوق وبالواجبات ونترك كل مواطن يختار دينه على زوءه هو حر يختار دينه ويختار لا دينه على زوءه إنما نبنى سوى دولة قوية بمؤسساتها بمؤسساتها كلها سواء المدنية أو العسكرية أو القوى الأمن أو اللي بدك بس نقدر نكون نحن عنا دستور نحترمه عن جد وعنا قوانين لصالح المواطن مش ضده ويكون عنا أدوات وطرق وسياسات سياسات اجتماعية وشاببية وثقافية تقدر تغير من هالعقليات السائدة ونقدر نكون نحن حماد أنفسنا وحماد دولتنا كأفراد وكجماعات وكمؤسسات هل فأتي الأمل بهالوطن؟ لا الوطن بمعنى الكبير هلأ لبنان عندي شك أنه يمكن يستمر يعيش متل ما متل ما أملنا يوما ما أنه يظل ونعيش فيه يعني ممكن يكون عم بضحك على حالي وعلى أولادي وعلى الناس اللي جايين من بعد إذا بقول أنه هالكيان مثل ما نرسمه مثل ما نعاش ولشي اللي بوصل له قادر أنه يكفي بما هو عليه في شي جزري في شي بده يتغير أصلا إشي كتير نقلبت أصلا على العقب فإذا بدنا نستمر بفكرة وطن مش مهم ساعتها إذا إذا اللبنان اللي بنعرفه أو اللبنان القادم ولكن لازم نكون واقعيين ونقول أنهم يعني اللبنان اللي بنعرفه انتهى بيروت اللي بنعرفه انتهت يمكن في شي تاني رح يجي يوما ما أحسن وأقوى أو يرجع يربط مع الأشياء المليحة اللي عشناها ولكن المستقبل كمان بيحمل مقومات تجدده وإذا ما منقامن بهالشي شو منع مننتحر يعني أنه منوقف نشتغل تعرفي الوطن هو الناس لبنان هو الناس بعدها البلد هيدا إذا أنت بسيارتك عم بتخودي السيارة ونفخة الدولاب بيركد مينة شخص حتى يساعدك وإذا تعطلت السيارة بيركد مينة غيرهم حتى يدفشوا السيارة بترويها على محابة يسري منقوشي بتلاقي بايا المنقوشي عم بيلفلك إياها واحتلك الزعتر فيها والبندورة اللي فيها والإخيار اللي فيها بكل محابة بيطلع فيك إذا أنت مبسوط أنت عم تكلية هيدا الأمور الصغيرة ما تزعزعت وما تغيريت وهيدا يمكن طب فاصيل صغيرة منا مهمة منا أساسية بس بتخليك تآمن أنه بعد فيه خير وأنه حقيقة نحن نحكي شاعر نحن ورا كل هذا النفاق المزلم فيه باب غضو نحن نعرف أنت وانا أنه الهوية هي مش ورق أو مستند من الأم ومن البي ولون العين والطول لو هي مجموعة قيم بتشدنا الأرض المنتملة إلها للمجتمع المنتملة إلها هل أمام كل هذه العواصفة اللي عم نعيشها بها البلد هيدا واللي عيشنيها والخضات وما شاء الله هي كتير ما بتخلص هل بحسيت أنه هوبيتي كتزعزعت الشي اللي عم تحكي عنه المنقوشة واللحام طبعا الجاراج يعني حتى الطبع المنقوشة بيقلك إذا ما معاك وبتصير عطول بكرة بعد بكرة بتشوى تدفعي ما بصير بولا بلد بالعالم هيدا هو هنها والتفاصيل إذا بدك أخلاق الناس أخلاق موجودين بالمنطقة كلها يعني نفس الشي أنا إذا بروح على مصر أو إذا بروح على الشام أو إذا بروح على يعني فيه إشي مشتركة بهالمنطقة سبحان الله هالمنطقة المباركة والملعونة يعني فيها أحلى شيء بالكون وفيها ألعنشي ألعنشي بالكون يعني مش معقول هالمفارقة فالهوية يعني فيه يعني مقومات الهوية هوا هن يعني التراث المادي والتراث اللامادي يعني هني مش الحجر بس والارشتكتور هي كيف تقول صباح الخير نوعية البسمة اللي بتتحكى ريحة الأكل الأسلوب اللي بتحكي فيه إلى آخر هاودي العناصر كتير عزيزين على قلبنا وكتير ثمانين ولكن شو منعمل فيهم؟ ما هاودي هني ذاتهم ما رجعوا جعلكوهن وتعوجوهن كعوا اللغة أنا بقول هلا إذا بدي أوصف شو عم بيصير ما في كلام بقى يقدر يعبر عن الفضاعات اللي عم بتصير كعوا اللغة بس نحنا شو دورنا دورنا نرجع نسترد المعاني نسترد المعاني من أول وجديد هيدا دورنا كل واحد من موقعه حنان من أجمل أعمالي اللي شفتها بحياته أنا رائد مسرح يعني بحب كتير المسرح بشوف مسرح وينما كان يعني بلندن ببريز هون وإذا كنت في دولة عربية تونس مصر وبعرف في مسرحية بروح بشوفها هي كانت مذاكرات أيوب اللي بشوف من أجمل أعمالي شفتها بالعربي والفرنسي بمواخده جوب المسرحية قدمتها من أكثر من عشرين سنة يمكن بالأربعة وتسعين من ثلاثين سنة من ثلاثين سنة هيك أعمال خالدة ما بتشوفي أنه مفروض إعادة تقديمة لي جمهور جديد لي شباب ما بيعرفوا شي عن عم تتنصت علينا بالكواليس شي لأنه قصة إعادة ريبرتوار حلم حلم أنا شخصيا صار لي سنين عم قاتل كرميلو ولابد ما نوصل له وهلأ أنا كتير مسرورة أنه رح يعيدوا أعمال لريمون جبارة أربع مسرحيات بإخراج أربع مخرجين اشتغلوا معه أو كانوا تلميزوا فكرة ريبرتوار وإعادة أعمال سواء مسرحيات روجي أو الأعمال الحلوة اللي ننعرضت صرنا فترة منفكر فيها سنين منفكر فيها ومن عم نشتغل لنعملها وفي مشروع مشروع نرجع نعيد تماما مذكرات أيوب وجنينة الصنايا بشكل خاص هذه جنينة الصنايا المسرحية يدلت تنعرض عشر سنيين والإخي صرنا نستحي نقدمها في مسرحيات ما بتموت ما بتموت في العالم كله المسرحيات الكبيرة بتدل بتدل فهلأ إذا بتعرضها هاي مسرحية جنينة الصنايا بتمشي سنة بس المقويمات يعني بدك لأنه يعني بتعرف الجيل اللي مثل مش كلهم قادرين يرجع مستلقوا مش كلهم هون بدك ترجع تمرر الناس وترجع مش بس أنه وهو دي أعمال مش بس أنت بتجي بتحفز الناس نص هوا أعمال خلقوا من وراء يعني شغل شغل يومي وطال أمده يعني بتذكر أول ما نحنا خلصة الحرب أراد وقتها رجاء أنه يجمع ناس يعني شباب من الشرقية والغربية بعمرهم مالتقوا في منهم إجوا من الشرقية تفاجأوا أنه بيروت على البحر صدق أو لا تصدق ما كانوا بيعرفوا شو صار بالإجتياح الإسرائيلي فكان صار فيه طلاقح يعني معرفة وتعرفوا الناس على بعضها من خلال طبخ هالعمل المسرحي أنه بتعرف نحنا العمل المسرحي صحيح كان النص للياس الخوري الكاتب الكبير ولكن لياس كان عنده من التواضع ومن الرغبة من أنه يحط نصه باختبار بين أيدي المسرحيين ويشتغلوا عليه ويطوروه ويرتجلو فيه وإلى آخر فإعادة الريبرتوار فيما يتعلق بأعمالنا هي عملية بدأ وقت وبدأ إمكانيات وبدأ إرادة بس لابد ما أنه تنعمل لازم تنعمل وأنا شخصيا همي الزاكرة الزاكرة بلبنان معدومة يعني بالتاريخ وقفنا بكتاب التاريخ مدرع أية سنة كل واحد بيخبر قصته متل ما بده يعني ما في خصوصا الذاكرة السقفية معدومة شبه معدومة فأنا عم بشتغل دايماً على حفظ هالذاكرة سواء من خلال كتب أو من خلال إعادة الأعمال فأنت معك كل الحق أنه تطرح النقطة اللي هي كتير جوهرية للأسف الشديد أعمال الحكواتي فرقة الحكواتي اللي عملناها بالحرب ما بتنعاد هاي دي ما بتنعاد لأنه ولا ممكن تنعاد لأنه خلقت بين الناس ومع الناس وأصلا في كتير في كتير أشخاص من الناس هن خبروها يعني في شي خصوصية للحكواتي ما ممكن أنه ترجع تنعاد ولكن الأعمال التانية أنا معك ضروري تنعاد مش بس أعمالنا الريبرتوار المسرحي لازم يكون فكرة فكرة و وفعل موجودين على بساطة البحث دايماً ذكرت رجي عصاف كيف رجي اشتقنيله بسلمة عليك كتير خبرته أنه رح كون معك وكتير بسلمة عليك عملت له انترويو من تقريباً 25 سنة من أجمل لقاءاتي اللي عملتها بتذكر قبل انسية بحياتي بتذكر أنا وقتها كنت نقدي تجاه الحوار وويكبتك وويكبتك بعدين كيف تطورت وكيف صار كل مع الوقت صار عندك انفتاح ونضوج ورواء وحتى بتصور بأفكارك السياسية صار في عندك بلوجير برسبكتيف يعني قبل كنت حسك 25 سنة كنت حسك هيك تتحسك هيك أكيد أكيد فهمت فهمت شو قصدي كنت قولي أكيد أكبرنا ونضجنا ونضوج مهم كتير بالحياة وذكرت قبل ما بشرنا بتجهيد هالبودكاست كنت عمل لي كان جهيد بزمن أنا بعتز حقيقة المفخور كنت محزوز أني التقيت بعمالقة بعمالقة بكافة المجالات يعني بالأدب وبالسياسي وبالثقافي وبالصحافي وبالفن وبالأبحاث هاي دي شغلة عظيمة كتير كنت بعدني مبتدئ بعدني جديد كتير بس كنت ديما نطموح أني التقي بأشخاص كبار كنت في عندي مرحو العقدي بس هذا الشغف بمحاورتهم وأنا سعيد أنه برصيد اليوم كل تلك اللقاءات يعني ما رح تصير مرة تانية كثير منهم غادروا بهذا العالم أنا سعيد مع أنه كانت بتمكن فيها شاشة في الكثير من تلك اللقاءات وفي سطحية بس كمان كان في عفوية وفي براءة براءة البدايات حلوة كتير وطب انظر لليوم بتضحك على حالي وبحب ما شوفها بس هذه حقيقة وبرغم من كل العثرات أو الثغرات أنا بعتز به شي اللي حصر ولي صار معي أنا وتذكر مرة شفتك قبل بداية تعمل مسرحي أو بعد نهاية أو انتهاء مسرحية كان حدا عم بيحورك كنت معصبي كتير وكنت عم بتقولي كل ما بدون يحوروني بدون يسألوني عن الحجاب هالموضوع حده بعده بدايقك لا لا ما عندي هردة الفعل بقى العصبية تجاه الموضوع بس بيرواء بقله للمحاور ينصدم لأنه أنا الوحيدة بهالمجال بلبنان على الأقل اللي قدرت اختار هالخيار وضل سابتي وجودة يعني محليا وعربيا ودوليا حتى تكبرتي أكتر يعني ايه يعني ايه لأنه بتصور يعني في يعني وجودة يعني هالخيار برأيي عطاني كان إضافة لإلي وعلامة فارقة مميزة بشخصيتي ضمن هالجو عكس ما الناس بتفتكر أنه هي انتقصت من حريتي أو انتقصت من إمكانيتي أو شكلت حاجز أو شكلت حاجز فأنا بفضل أنه الشخص يركز على إشياء كتير انضافت على هالطبقة بدل ما يضل وراه حنان بأحدى حواراتي مع عمر الشريف رحمة الله عليه قلت له ليش تم اختيارك للعب دور دكتور زيفاقو كيف اختاروك بيقلي اللي مش تقني ممسر مهم كان في ممسرين أهم مني بس كان في عمال اللغة كانت بحكي إنجليزي كان خريج معد فيكتوريا بالإسكندرية بقى أنت تتقنين اللغة الفرنسية بطلاقة وهي طبعا من نفس القوة مثل اللغة العربية عندك إلى أي درجة إتقانك لهذه اللغة فتح لك أبواب كتير وخليك تشارك بأعمال وهي أخدتك إلى أفاق كتير بعيدة وتناثرة بدك بدك تضحك تتفاجأ لأنه بعمل الأخير اللي هو مساحية الجوجين اللي صارلة من 2017 بتتمثل بلبنان وفي كل دول العالم بعدها لهلأ بمهرجنات وأخدت جواز كتير يعني كل البلدان زرتها ما عادة فرنسا وقل طيب شو السر ليش أنا المرة الفرنكوفون إنه اللي مفروض إذا بدك هالعامل إنه يفتح لبواب ليش رحت وصلت موصيلي على سنجابور وعلى الصين وعلى أمريكا وين ما بدك فرنسا بعد ما حد استضافني إنه ضل هالسؤال يتردد براسي إلى أن يعني صار فيه مناسبة حدا هيك شافني ببيروت شافني بمخيم مع مسل مسرحية وعزمني على رنس ومن رنس القيمين على مهرجان أفينيون شافوني وبيجين التليفون إنه حنان الحاج علي بدنا إياك بأفينيون طولون أنا أفينيون إنه كنت بأفينيون بالأوف من سنتين وصاروا يضحكوا قالوا لا بدنا إياك بالمهرج بالبروغرام الرسمي ها بالـ 2022 فقلت أنا أخيرا انفتحت أبواب هالقلعة الفرنكوفونية وصار فيه طبعا عدة عروض من بعد وعددت هيدا هلا بس لشك إنه لما بتكتسب لغة هاللغة بتقربك بتقربك من الناس اللي بيحكوها سواء هالناس كانوا معك أو ضدك أو كانوا قريينك أو مش قريينك شايفينك أو مش شايفينك أو إذا بيتحكوا بوجك وبيتعنوك بقفاك يعني كله هيدا بالتعامل ولكن أنت على القليلة بيكون عندك نفس الأدوات للمساجلة أو للمصارحة أو للمواجهة أو للمجابها مع هالأشخاص ففيه أكيد جسور بتمتد سواء هالجسور بني عليها أم قطعت تفتح أبواب كتير أكيد ممثلات كتار يمكن من جيلك يمكن أكبر شوي ربعا هي من غير جيل المرحومة الكبيرة ريدا خوري أنا تأثرت بالسطع وأصلا كيف هي يعني من أي وسط جاية وهي كانت تتعلم بتصور كبيولوجيا كمان وكانت بيا أو خيا بالجيش قائد الجيش كانت معي ببودكاست من أسبوعين سوريا 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 بتقرب بنتخيا بنتخيا وتصرعنا تصرعنا سوى مثل كل ولا تشاطر بيه بدو حقق أحلامه فيه تصرعنا فترة طويلة أنا ما أبدا ما بحب اتعامل لما على الجسس لما على الدم ولا شي ضلينا خناق لحتى عملنا مثل تنازل لطل له أنا بدروس بيولوجيا بس بتخصص جينيتيك وبس ما بعمل طلب واكتشفت المسرح بالحرب بالملاجئ وقوته قوته التحويلية بالملجئ ولما شفت أول عمل لفرقة الحكواتي حسيت أنه خلص عرفت شو بدي أعمل بالحياة فصرت أعمل مسرح بالسر بالسر ولما تواجهت أنا وبي لما اكتشف أنه أنا عم بعمل مسرح وكانت أزم كتير كبيري بالبيت قلت له أنت ليش رافض في عندك نمازج لأنه بتعرف صورة المرأة والفنانة المسرح بأزهان الناس خاصة بالوسط اللي أنا عايشي فيه هي امرأة سيئة السمعة تقول له في عندك ردخوري في عندك نضال الأشقر في عندك يعني في عندك شخصيات بيشرفه الواحد وأنا بي كان يعني شوف المفارقات عند الناس كان من ما في مسرحية للرحابني أو أم كلثوم أو حفلات لما يحضره أمي وبذات الوقت كان ضد كلياً أنه حدا من أولاده يعمل فن خي يعمل موسيقى وأنا أعمل فناني مسرحية بس كنت مراهنة أنه أول ما رح يشوف بي أول عمل إلي رح يغير وهذا اللي صار من أول مسرحية يعني في عندك ريدخوري في عندك ريدالأشقر في عندك رونيديك اللي كتير كتير يعني إذا بدك حياتها كتير أكلتها بحياتها بس ضلت كافية وبعتقد أنه هي مثل للمواجهة والاستمرار يعني قصة حياتها أنا برأيي بنعمل عنها فيلم كتير كبير ومسرحية كتير مهمة فهو إذا بدي أذكر لك من الرعيل السابق من المثلين الحاليين في كتير ناس بيشوفهم سواء من جيل جوليا أصار رندة أسمر أو رندة أسمر أو كارول عبود أو المثلين الحاليين المثلات الحاليات هلأ في من الجيل الطالع أنا بواكب كل الناس يعني بروح حتى بحضر أفحوصات بالجامعة بكلية الفنون لحتى أضل مواكبة وكتير بحب أشتغل مع الشباب وبعتقد هيد الطريقة الوحيدة للفنان يضل مغير جلده ويضل هيك حس حاله up to date حنان لمين بتقولي شكرا بقول شكرا لأ الله للحياة شكرا لكل الناس اللي مره بطريقة بديني كتير لزوجي اللي من خلاله أنا ضافت لسقافتي سقافي كتير 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 واسعة سواء من حيث سقافي الدينية أو السقافي الفكرية أو السقافي الاجتماعية أو السقافي السياسية لأنه من خلاله كمان أنا كنت حب القراءة وحب الاطلاع وحب إشياء كتيري بس هو استفزني واستثارني إيجابيا لحتى أقرأ أكتر وحتى حب أكتر وحتى أشتغل أكتر وهو كان أكبر سند اللي لأوصل للموقع اللي أنا وصلت له حاليا هين بتقولي عزرا؟ بقول عزرا لولادي لأنه أنا غلط مع ولادي والدي علموني أكتر ما أنا علمتون فغلط معهم بإشياء فبقل لهم من هالبودكاست بعتذر من كون غلط بحق ناس كان مفروض تكون كتير قريبة منهم وقت ما الحياة خزلتهم وقت ما مردوا وأنا كانت متاخدة بشغلي وبإصراري على أنه ما أصري بشغلي وبالتزاماتي ومع أنه كانوا عارفين أنه أنا عطول حدهم بكل شي بيعوزوا بس ما بيكفي تكون بالنية حد الشخص لازم تكون بالفعل ما في شي بيستهل به هالحياة قد ما تضلك مع الناس اللي بتحبون قريب منهم تعطيهم تحس فيهم وتعيش قد ما فيك اللحظات اللي هالحياة منحت لك إيها والله عطيك إيها لحتى تقدر تمارس هالحب قبل ما منتهي كل شي نحن ما نحبك ونتأمل أنه هاللقاء يتكرر مرة تانية تلفزيونيا بلقاء موسع أكتر شكرا على المشاركة بأحاديث مع ليك أردو كرام هذا البودكاست شكرا لك إلى اللقاء شكرا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا لك اشتركوا في القناة